ده ايداتيا البطل بتاع فيلمنا وبنعرف انه دارس علم الكواكب وبيقدر يقرأ الكفل اي واحد ويكتشف مستقبله بكل سهولة اما دي فبتكون بررنا وفيلمنا بيبدأ وبنلاقي ايداتيا موجود في قصر الدولة وبيقابل رئيسة الهند ولما بيبص على كفها بيقدر يعرف كل حاجة هتحصل لها وبيشوف الترابات ومظاهرات واحتجاجات كتيرة جدا في البلد وبيعرفها انها هتعلن حالة الطوارئ وبتكون مستغربة جدا من كلامه وبعدها بيروح لمعبد هندي وفي مجموعة علماء بيروحوا للكاهن وبيكونوا مشككين في قرأته للكف لكن بيمسك ايد واحد منهم وبيقدر يثبتلوا ان قرأة الكف علم والدليل انهم اكتشفوا النجوم واساميها قبل ظهور التلسكوب وبيقولهم خلفت في قرأة الكف وهو تلميزي المفضل ايداتيا لكنه مسافر ومحدش يعرف السبب ولما بيروح ليداتيا بنلاقيه عايش حياته وبيحاول يستمتع بيها وبيقضيها رأس واغاني ومش هي الهم حاجة وبيقابل بنت وهم اللي اتنين بيعجبوا ببعض ولما بيكونوا مشيين بتعترف انها بتحبوا وعايزة تتجوزوا لكن بيقول لها ما بحبش الارتباط لان ايدايا ما فيهاش خطوط الحب او الجواز ولما بنروح لبرارنا بنلاقيها رجبة قطر واول ما بتشوف مجموعة شباب قدامها بتمسك الشالو وبتلفوا على وسطها وبتخليهم يمسكوه وساعتها بتطلع برها العربية وبتستمتع بالمغامرة اللي بتعملها ولما بتدخل بتفضل تضحك والشباب بيشوفوها واحدة مجنونة وبعدها بتروح المستشفى وبنكتشف انها دكتورة وبتعالج قبطان بحري وبيقول لهم انه مريض وعايز يعمل عملية لكن بررنا بتقول له انت سليم وكل اللي عندك رهبة وخوف من الامراض وساعتها بتقابل عمها وبنعرف انه مدير المستشفى وبيلومها علشان بتشتغل وهي تعبانة فبتقول له انا كويسة وبعدها بتسيبه وتمشي ووقتها ايدتي بيكون نايم وصاحبه بيدخل عليه واول ما بيمسك مذكراته بياخدها بسرعة قبل ما يقراها وامه بتقول كل الناس بتكتب ذكرياتها في الماضي وهو الوحيد اللي بيكتب الحاجات اللي هتحصل في مستقبله وعلاجه الوحيد انه هو يتجوز لكن بيكون رافض فكرتها ومعترض عليها وتاني يوم بيركب القطر وبالصدفة بيشوف بررنا قدامه وبيعجب جدا بيها وشكلها دخلت دماغه وهي بتاخد بالها منه وبتمسك الشال وبتلفه على وسطها وبتخليه يمسك طرفه التاني وبتعمل نفس الحركة لكن ايدتي بيطلع اجن منها وبيقف قدامها وعمال بيبص ليها وفرحان ان هو شايفها ولما بتفتح انها بتتفاجئ جدا وبتدخله قبل ما يغبط في العمود ووقتها هم اللي اتنين بيفضلوا يبصوا البعض واول ما بتنزل من القطر بيفضل يدور عليها وما بيكونش لقيها وبعدها بيشوفها بتركب الباص وهو بيطلع الاوتوبيس اللي وراها وعايز يلحقها وساعاتها بيكونوا في اشارة مرور والاوتوبيسين بيقفوا قدام بعض وفي نفس الوقت بيلفت انتباهها وبيخليها تاخد بالها وبيعمل شابورة على الازاز وبيسألها اسمك ايه وهي كمان بتقلده وبترفض تجاوبه فبيصمم يكمل معاها وبيطلب يشوفها تاني فبتقوله لو مكتوب لنا اكيد هنقابل بعض وهو ما بيكونش مبسوط من كلامها ووقتها كله اوتوبيس بيروح في اتجاه وبيفترقه ومع مرور الايام بتقعد في محطة القطر وبترسم على الحطة اللي جنبها وش مبتسم وتاني يوم ايداتيا بيكون هناك وبيشوف الرسمة بالصدفة وبيخليها على شكل بنت وهي بترجع تاني وبتعمله علامة استفهام على الرسمة وهو كالعادة بيشوفها وبيحولها لشكل شاب وبيقدم لها قلبه وكل واحد فيهم بيفضل يحط الطاتش بتاعه لحد ما بيكتب لها نتقابل بكرة الساعة 12 في نفس المكان وهي ما بتلحقش تشوف الكلام وفي واحد بيمسح الرسمة وبالشكل ده القدر بيرفض يجمعهم وتاني يوم الكاهن بيوصل المطار وبيروح لإيداتيا البيت وبيرحب بيه وبيقول له انا عرفت انك بتحب جديد وامك عايزة تجوزك وبيديله الكتاب اللي ألفه وبيكون اسمه قراءة الكاف في علم بنسبة 99% لكن إيداتيا بيعترض على كلامه وبيقول له اقدرنا مكتوبة مسبقا وقرأت الكاف في علم صحيح بنسبة 100% وتاني يوم بيروح لأغنى رجل في الهند علشان يقراله الكاف وأول ما بيشوف ايديه بيبدأ يفكر في مستقبله وساعتها بيقول له انت بتحب السياسة لكن عمرك ما هتشتغلها وهتهتم بشركة أبوك من يوم 20 نوفمبر ولما بيطلو بيشوف كافه تاني إيداتيا بيكون رافض فبيقول له انت تنبأت بحدوث مظاهرات في البلد وكلامك ما حصلش وأنا الوحيد اللي ممكن أرجعك للهند تاني وإيداتيا بيقول له مش محتاج مساعدتك وأنا عارف مستقبلي كويس ولما بيمشي في الشارع رجالته بيكونوا وراه وعايزين يمسكوه وهو بيحاول يهرب منهم علشان محدش يوصله لكن للأسف بيعمل حدثة وبيغبطوا الأوتوبيس ووقتها بيروح المستشفى وبيكون سايح في دمه وبينزف من كل مكان في جسمه القدر جمعنا تاني وبعد ما بيعدي يومين بيجي الدكتور وبيتطمن على إيداتيا لكن بيقول له انه عمل الحدثة علشان بيحب بريرنا وحاول ينتحر علشانها ووقتها بيعرف من القبطان ان الدكتور بيكون عمها وبريرنا بتروح له وبتفضل تزعق له علشان الكلام اللي قاله وهو بيفضل يعكس فيها وعايز يقرب منها وبيقول لها أنا معجب بيكي لكن مش لدرجة انه موت نفسي علشانك وتاني يوم بيقابلها وبيبدأوا يقربوا من بعض وبيخرجوا في كل مكان وكل يوم العلاقة ما بينهم بتتطور وفي يوم بيركب القطر وهم اللي كنين بيكونوا مع بعض وفي واحد بيشوفه وبيعرف انه هو إيداتيا اشهر منجم في الهند وبيطلب منه يشوف الكفل بنته طارة لانها عايزة تكون رامية اسهم لكن إيداتيا بيقول له معرفة المستقبل بيلغي عنصر المفاجأة او بيهدم الاحلام ومع ذلك بيبص لأيديها بكل تركيز وعايز يعرف إيه اللي هيحصل وكل الناس عمالة بتتفرج عليه وفي النهاية بيقول لأبوها بنتك ملهاش مستقبل في الرياضة وساعاتها الناس بيمدوا قديهم وعايزينوا يقرالهم الكف وأول ما القطر بيوصل للمحطة بياخد بريرنا وبينزل منه بسرعة ولما بيكون ماشي بيقف مرة واحدة وبيبدأ يفتكر كفوف كل الناس اللي كانت في القطر وبيقول لبريرنا خطوط حياتهم كلها مش مكتملة والقطر هيعمل حادثة وساعاتها بيطلع يجري وراها وعايز ينقذ الناس والقطر بيتحرق بسرعة كبيرة جدا لكن بيوصل قبله من طريق مختصر وبيقدر يوقع الشجرة على القضيف في اللحظة الأخيرة لكن للأسف بيمشي في اتجاه معاكس وكل مجهوده بيروح على الفاضي وبعدها بريرنا بتلاقي في التلفزيون حادثة القطر وبتشوف الرجل وبنته اللي كان نفسها تلعب رياضة وبتكون مصدومة جدا ومش قادرة تصدق نفسها وتاني يوم بتقابل ايداتيا بعد ما تأكدت ان هو منجم وبتطلب منه يشوف كفها فبيقول لها هتتجوزي واحد وهتخلي في منه توقم وهتفتحي المستشفى بتاعتك وانت عندك 40 عام وهتاخذي جايزة طبية في عمر 74 وفي الوقت ده بتنزف الدم من وشها وبعدها بيغم عليها وبتفقد الوعي بتاعها وساعاتها ايداتيا بيخدها للمستشفى وما بيكونش فاهم اللي بيحصل معاها وهناك الدكاترة بياملولها صدمات كهربائية علشان تعيش وعمها بيوصل وبيقدر في نهاية الامر ينقص حياتها وإيداتيا في حالة صدمة وزعلان جدا عليها وبعدها بيقابل عمها وبيعرف انها بتعاني من مرض نادر وايامها في الدنيا معدودة وهو بيستغرب من كلامه جدا فبيقرر يدخل لها وعايز يطمن عليها وبيقول لها انا شفت كفك وانت هتعيش لسنين كتير وانا عمري متى نبوئاتي تلعد غلط وهي بيرجع لها الامل في الحياة من تاني وعمها بياخده وبيطرده برا المكان علشان شايفه واحد مجنون وتاني يوم بنلاقي القبطان عايز يسيب المستشفى لانه عارف معنى وقيمة الحياة ولما بييجي الليل بريرنا بتكلم كل الدكاترة في التليفون وبتهرف ان نتائج التحليل بتاعها بتثبت ان ايامها في الدنيا معدودة وبتشوف عمها وبتقول لنا مريضة ونفس اتعلق بأي امل ممكن يخلينا عيش وساعتها بيروح مشرحة المستشفى وبياخد بصمات الاربع جسس الموجودين وبيحط بصمات ايدي معاهم وتاني يوم بيقابل اي داتيا وبيطلب منه يعرف سبب الوفال عشر اشخاص عن طريق كاف ايديهم لانه مش مقتنع بكل تنبؤات وشايفه نصاب وبيضحك على بريرنا ووقتها بيوافق وبيكتشف ان البصمات لخمس اشخاص كافين لكل واحد وبيقوله الاول كالراجل ومات بسبب التهف المعدة والتانية ست وماتت مسمومة والتالت خمسة واربعين سنة وللأسف انتحر والرابع سبب وفاته المخدرات اما الخامس فهو انت واحد وستين عام وممكن اقولك مكان وسبب وموعد وفاتك وده بيخلي الدكتور مصدوم جدا وبيتمنى لو بريرنا تفضل عايشة معاهم وهو بيحاول يطمنه ومن ناحية تانية بنروح لرجل الاعمال الهندي وبنكون في يوم عشرين نوفمبر وبيقول ما حصلش حاجة من تنبؤات اي داتيا لكن بيجي له واحد من رجالته وبيعرف ان ابو مات وبعدها بيعمله مراسم الجنازة وبالشكل ده هيمسك كل شركاته وفي نفس الوقت اي داتيا بياخد بريرنا البيت وبيعرفها على امه وساعتها بيدخلها لقودة بتاعته وبيفرجها على كل حاجة ولما بتكون لوحدها في المكان بتشوف الصدفة المذكرة بتاعته وبتلاقيه كاتب كل حاجة حصلت ما بينهم بالتفصيل وبتكون فرحانة جدا وهي بتعرف اسراره لكن بترميع من ايديها اول ما بيدخل عليها وهو بياخد باله من كل حاجة بتعملها ووقتها بيمسك المذكرة وبيحطها في جيب الجاكت بتاعه ولما بييجي الليل وبيكونوا مع بعض بيلاقيها سقعانة جدا فبيقرر يخلع الجاكت ويلبسه لها ووقتها بيعود قصاد بعض وبيبدأ يودعها لانه مسافر لندن ومش هيرجع تاني فبتقوله مستحيلة سيبك او عباد عنك ولما بتعترف بحبها لي بيقول لها خطوط الحب مش موجودة في كاف ايدي وده بيخليها مصدومة ومش عارفة ترد عليه وبترجع البيت وهي زعلانة وبترمي الجاكت بتاعه على الارض وبعدها ايداتيا بيروح للمعلم بتاعه وبيلاقيه مصمم ان قرأت الكاف علم بنسبة 99% وفي واحد في المية من الناس اقدرهم هما اللي بيغيروها بنفسهم لكن ايداتيا ما بيقتنعش بكلامه كالعادة ولما المعلم بيمسك كاف ايديه علشان يعرف مستقبله بيتفاجئ وبيخاف لانه بيشوف حاجة غريبة جدا وفي نفس الوقت بريرنا بتكون في المية وبتفتكر المذكرة وبتروح تطلعها من الجاكت بسرعة وعايزة تعرف هو ليه بيحاول يسيبها وساقاتها بتكتشف حاجة وبتخليها مصدومة جدا وبنعرف ان ايداتيا هيموت في المحيط وهيغرق وبعدها عمها بيروح لها وبتعرف انهم لقوا علاج للمرض بتاعها واداتيا تلع كلامه صح وهي بتكون متفاجئة ومش عارفة تتصرف ازاي وتاني يوم ايداتيا وبريرنا بيتقابلوا وبيقضوها رأسه اغاني وبيحاولوا يودعوا بعض للمرة الاخيرة لانهم هيفترقوا وبعدها بيطلع الصبح وبيلاقي مذكرة من بريرنا وبتقولوا يقراها يوم 26 وفعلا بيركب الطيارة وبيسفر مدينة لندن ولما بيكون ماشي في الشارع بيقابل طارة البنت اللي كان نفسها تلعب رياضة وبتطلب منه شوف لها مستقبلها لكن دراعها ما بيكونش موجود وهو ساكت ومش قادر يرد عليها وساعتها بتقوله مش هتقدر تشوف كفي وتعرف مستقبلي لاني هصنعه بنفسي ومن ناحية تانية بريرنا بتقابل عمها وبتقوله انها بتحب ايداتيا وهتثبت ان كل تنبؤاته مش دايما صح وفي نفس الوقت ايداتيا بيودع صاحب عمره للمرة الاخيرة وبيشوف امه بيحضنها جدا ومش قادر يعرفها ايه حاجة ولما بيخرج برا المكان بيرمي الشنطة بتاعته بيشوف مذكرة بريرنا واول ما بيفتحها بيلاقيها كتبة فيها انها هتنتحر وهتثبت ان التنبؤاته غلط ومش هتعيش وقبل ما بتقع من فوق الجبل بتعمل حدثة وحياتها معرضة للخطر وعمالة بتنزف واهلها عمالين بيعيطوا عليها ومش عارفين يساعدوها وقتها ايداتيا بيكون متفاجئ جدا وبيروح يتصل بعمها في التليفون وبيكون خايف عليها وبعدها بيحاول يروح المطار لكن بيكون مغلق لسوء الاحوال الجوية وساعتها بيطلع يجري وبيقرر يوصل المينة وعايز يرجع لها لكن بيلاقي السفينة تحركت ورايحة روما فبيستعد كويس وبينطف الاتجاه بتاعها وبيمسك السلم ووقتها الكبطان بيطلع صاحبه اللي كان معاه في المستشفى وبيقرر يساعدو وفي نفس الوقت بتحصل هزة ارضية في قاع المحيط وبيعرفوا بعدها انهم بيتعرضوا لعاصفة تسونامي وبينلاقي السفينة بتبدأ في الانهيار والتدمير وبيفقدوا السيطرة عليها وساعتها الكبطان بيؤمر بيخلق السفينة بسرعة وفعلا ايداتيا بيسمع كلامه وبيكون عايز ينقص حياته وقبل ما يدخل قريب النجاة المية بتدفعه لبعيد ووقتها بيكون وقف لوحده والكبطان بيدور على اي ناجي لكن ما بيكونش شايف ايداتيا ووقتها بيسيب السفينة وبيكون متطمن انه اخر واحد فيها وهنا بنلاقي ايداتيا بيواجه الموت وعايز يثبت لنفسه ان فيه واحد في المية من الناس بيقدروا يغيروا اقدرهم بيديهم ومش عايز يستسلم لفكرة الهزيمة مهما حصل وبيقدر يطلع على قمة السفينة وبيضرب طلقة الاستغاثة بسرعة والكبطان بيشوفها وبيقرر يرجع وينقصه مهما كلفه الامر وللأسف وقتها بينط في المية بسرعة وبيفقد توازنه وبيتخبط في راسه وساعتها بيموت في المحيط زي ما تنبؤاته توقعت ومن ناحية تانية بريرنا بتعمل العملية وبتنجح وبيتكتب لها عمر جديد ومع مرور الايام حالتها بتتحسن لكن بنكتشف ان ايداتيا رايح لها المستشفى ولسه عايش وهم اللي كنين ما بيكونوش مصدقين انهم شايفين بعض وبنعرف وقتها ان ايداتيا فاق في قاع المحيط وفادل يقوم في المية لحد ما قدر يطلع للسطح والقبطان انقذوا وساعتها بيديها وردة وبيكملوا حياتهم مع بعض ومن هنا بيخلص فيلمنا بس لازم نقول ان قرية الكف حرام واقدرنا مكتوبة بايد ربنا وما فيش حاجة بتغيرها غير قصرة الدعاء ومستقبل كل واحد في علم الغيب وخلونا نتقابل في فيلم جديد